احبطت ادارة مكافحة المخدرات بتعاون مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة داخل طرد بريدي احتوي على لوح جبصين والقت القبض على المهربين وبعد تتبع واشار المركز الاعلامي في مدرية الامن العام الى ان معلومات وردت الى ادارة مكافحة المخدرات حول نية اشخاص تجهيز كمية من المواد المخدرة عن طريق اخفائها بطريقة فنية وارسالها كطرد بريدي الى السعودية حيث بوشير بجمع المعلومات حول المشتبه بهم تم تعامل مع الامر بالطرق الاستخباراتية المتبعة لجمع المعلومات وتحديد طريقة التهريب والزمن وبعد تتبع الطرد البريدي وضبطه وتفتيشه عثر على تسعة الاف حبة مخدرة تم ارسال كافة المعلومات المتاحة الى الجانب السعودي كي يتابع العملية ويقبض على مستقبل الطرد هناك واكد المركز الاعلامي ان التنصيق المشترك بين الجانبين الاردني والسعودي مكنهما من ضبط المتورطين الرئيسيين في القضية حيث تبين تورط ثلاثة اشخاص في الاردن القي القبض على احدهم وما زال البحث جاريا عن الاخرين وهما من جنسية عربية كما تمكن الجانب السعودي من جهته من القاء القبض على مستقبل الطرد البريدي حيث ما زالت التحقيقات جارية في القضية اشتركوا في القناة